طيب انتقل بقى بالنسبة ليه اخبار الاهلي في المرحلة اللي جاي مستر بيتسو موسيماني يمكن انبارح كان عامل مباراة ودية وقدر تقوله كده يعني ها مباراة كانت فرصة عشان يشارك فيها عدد كبير من اللعاب القطاع الناشئين والعاب اللي ما بتكيد ما بتشاركش بشكل اساسي محمد محمود عدد من اللعاب انبارح شفناه حسام حسن يعني كانت فرصة طيبة نشوف كمان رامي ربيع بعد فترة ممكن يكوننا غايب يعني فاتطمنا على الحالة البدنية الحالة الفنية سبع اهداف مقابل لشيء شايفين تمريره من رامي ربيع تمريره طولية لحسام حسن راح على طول بصل المرمى شاط يعني كل دي بداية كويسة وانت لسه عايز تدخل اللعيبة في مود المباريات واللعب الفترة الجاوية بتجانس كويس جدا فرصة كويسة جدا ونقدر نقول يعني مكسب معنوي في اطار المرحلة الحالية في ظل طبعا فيه لعيبة كتيرة جدا انضموا ليه منتخباتهم في الفترة الحالية سواء منتخب انجولا او منتخب بامالي منتخب تونس مع علي معلول منتخب مصر للصدع سبع لعيبة شوفنا كمان احمد عبدالقادر من ضمن اللعيبة المميزة اللي ظهرت بشكل كويس حتى في مباراة ام بي في كأس مصر بيتسو موسيماني قدى الفريق راحة ثلاثة ايام تداء من النهاردة فبنتكلم يعني النهاردة كان فيه تدريب صباحي ابتداء من بكرة الخميس الجمعة السابتة يكون فيه راحة سلبية والفريق استاني تدريباته يوم الحد اللي جاي على هامش المراني الصباح النهاردة بعد المباراة الودية اللي اقيمت بالامس كانت فيه تدريبات استشفائية للعبين اللي شاركوا في ودية مباراة للغابة والمراني النهاردة يمكن كان مدته بالضبط 45 ديئة بدأ بمحاضرة فنية سريعة للجهاز الفني ثم وحدات بدانية مختلفة من الجهاز الفني مع اللعبين شايفين كمان هو جونيور أشاييه لسه بيوصل تدريباته مع النادي الآن انتظرا بالتأكيد عشان يشوف المرحلة الجاية ملف باقي اللعبين في المرحلة اللي جاية طاهر محمد طهر الحمد لله شايفينه هو في تدريبات الجامعية لانه كان طبعا فيه مشكلة بالنسبة بإصابة طاهر او حتى امكانية مشاركة كهرباء او حسين الشحات في الفترة جاية قدامنا طبعا تدريب الحراس حراس المرمى امبارح شارك علي لطفي في شوت مصطفى شبير في شوت آخر في حمز علاء يعني الفترة اللي جاية بإذن الله الجهاز الفني بيحاول قدر إن كان يشوف مدى جهزيت كل اللعبة بعد عودة الدوليين عقب مباراة ليبيا النهاردة كهرباء وطاهر انتظموا في التدريبات الجامعية زي ما شفنا على الشاشة والحمد لله يكونوا جاهزين الفترة الجاي خاصة بعد مكان طاهر محمد طاهر بيشتكي من إجهاد عضلي في الفترة السابقة دكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي النهاردة كان بيتكلم على تفاصيل إصابة أو تأهيل حسين الشحات وياسر إبراهيم قال الاتنين بيستكمل في الوقت الحالي تنفيذ البرنامج التأهيل للتعافي من الإصابة والسنائي قطع شوت كبير جدا في تنفيذ البرنامج التأهيل للتعافي من الإصابة وبياقترب من العودة للتدريبات الجامعية في الفترة الجاي وتحديدا ابتداء من يوم الأحد القادم بإذن الله يكونوا جاهزين في التدريبات الجامعية حسين الشحات كان عنده إصابة في العضلة الضمة وياسر إبراهيم كان عنده إجهاد خفيف في العضلة الأمامية بإذن الله نتمنى عاقب الأجندة الدولية تكون كل اللعبة جاهزة للمرحلة الجاية لأن الانطلاق عاد تكون مع الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر في النيجر وانطلاقة جديدة في دور أبطال إفريقيا انتظارا بقى لانطلاق الدوري في أواخر هذا أو أواخر شهر أكتوبر القادم